هناك عند الناس مقولات عديدة وكثيرة ومنتشرة فلان يده خضراء فلان ما لحظ فلان الدهر قلب له ظهر المجن فلان فؤ الريح فلان كيف ما بتحرك بجوائف كل كلام ما له معنى إطلاقا ولا يستند إلى واقع الحقيقة الأولى في قانون التيسير والتعسير أن أفعال العباد بيد الله عز وجل أنت مخير لكنك مخير أن تنبعث إلى عمل ما أما آلية العمل بيد الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا الحقيقة الأولى في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى بيّنها هذه الحقيقة الأولى في قصص كثيرة مثلا سيدنا موسى فرعون رأى في الرؤية أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكه أخذ قرار سريع بقتل كل أبناء بني إسرائيل وأيّة مولدة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل مكانه انتهى الأمر أما هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره كيف رباه في قصره أمه خافت عليه من القتل فألقته في الينو صور صندوق يتحرك في نهر بيد من من سيره الفكرة الآن أدق 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 الجزئيات كل الحركات والسكنات بيد الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم والله شيء عجيب إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسل هناك أمران ونهيان وبشارتان يلقى طفل صغير في صندوق خشبي في النهر ونهر النيل كالبحر من سيره إلى جانب قصر فرعون من أوقفه عند غصن إلى جانب الشاطئ من ألهم امرأة فرعون أن تأتي إلى الشاطئ فوجئت بهذا الصندوق فتحته من ألقى محبته في قلب امرأة فرعون الشعور بيد الله والحركة بيد الله حركة الجماد وحركة الحيوان وحركة الإنسان والمياه والرياح والإنبعاس والمشاعر كلها بيد الله لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزباً لام المآل لا يعقل أن تلتقي الطفل ليكون لك عدواً أما في النهاية الذي كان أن ملكة فرعون انتهى على يد هذا الطفل الأمر بيد الله قبيعة دقيقة جداً يعني حياتك رزقك بيتك زوجتك أولادك من حولك من فوقك من تحتك المخلوقات الحيوانات كل شيء حولك بيد الله رفعاتك بيد الله رزقك بيد الله سعادتك بيد الله أمنك بيد الله خوفك بيد الله شريان القلب التاجي بيد الله نمو الخلايا بيد الله سيولة الدم بيد الله هذا الإيمان كل شيء بيد الله إليه يرجع الأمر كله فاعبدوا أنت حينما تؤمن أن يد الله وحدها تعمل وأنه لا معطية ولا مانعة ولا معزة ولا مذلة ولا خافضة ولا رافعة ولا بكرمة ولا مهينة إلا الله وأن كل علاقتك مع الله أنت حينما تؤمن بهذا الإيمان توحد وجهتك إلى الله وتعقد الأمل على الله ولا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا ترجو خير الله ولا تضع الأمل إلا بالله ولا تبتغي إلا ما عند الله هذا هو التوحيب فلذلك ما علاقة هذه المقدمة بالتيسير والتعسير لأن الأمر بيده يعني أمر زوجتك بيده إما أنها تكون مطواعة بشكل رائع التعامل مع سلس أو أن ترى أنها قطعة من الجحيم بيد الله قد تكافأ بزوجة صالحة وقد يؤدب الإنسان بزوجة تريه النجوم في الظهر وقد يصلح له زوجة سيئة الأمر بيد الله بأدق التفاصيل من أدق التفاصيل إلى أكبر التفاصيل يعني من خدس عود إلى حرب أهلية من خدس عود إلى حرب أهلية إلى اجتياح إلى احتلال فأنت حينما توحد حلت أربعة أخماس مشكلتك حينما توحد أن لا ترى مع الله أحده لذلك هذا الكلام يلخص بهذه المقولة كل شيء وقعه أراده الله معنى أراده أي سمح به فقط قد يريد شيئا ولم يأمر به قد يريد شيئا ولم يرضى عنه أنت مخير هويتك مخير أنت المخلوق الأول أنت المخلوق المكرم أنت المخلوق المكلف لو ألغى الله حريتك انتهى التكليف انتهى حمل الأمانة انتهت الجنة انتهت النار انتهى السواب انتهى العقاب أنت مخير وجئت إلى الدنيا على هذا الأساس أنت مخير يعني يمكن أن تفعل شيئا أصررت عليه والله لا يرضى أن تفعل هذا الشيء كما لم يأمرك أن تفعله قال علماء العقيدة أراد ولم يأمر أراد ولم يرضى يعني أنت صيدة لي وتحتاج إلى موظف ليعينك بعد الضغر أردت أن تمتحنه أتيت له ببعض الأدوية وقلت له ضع هذه الأدوية في أماكنها في هذه الصياد هذه فيتامينات هذه سموم هذه أنتوبيوتيك هذه مقويات فأخذ دواء السموم ليضعه مع الفيتامينات إذا أنت منعته التغى التكليف التغى الامتحان كله فأنت سكتت أنت أقوى منه بإمكانك أن تمسك يده ضعه هنا التغى الامتحان امتحان التغى كلية فأله عز وجل أراد ولم يرضى أراد ولم يأمر يعني سمحه لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد ما بيليق إله عظيم يقع في ملكه ما لا يريد هذا لا يتناسب مع ألوهية الإله العظيم إذا كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به وكل شيء أراده الله وقع شيء وقع أراده الله لحكمة بالغة 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 شيء لم يقع أراد الله أن لا يقع لحكمة بالغة بالغة فالذي وقع أراده الله أي سمح به لحكمة بالغة بالغة وقد يكون الذي أوقعه مجرما لذلك قالوا لكل واقع حكمة لكل واقع حكمة قد يقع الشيء في الظاهر في أزى كبير لكن لأن الله سمح به هناك خير كبير علمه من علمه وجهله من جهله كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة الحكمة المطلقة أيها الإخوة الله عز وجل نقول عدله مطلق حكمته مطلقة كيف؟ يعني إذا فيه ست آلاف مليون إنسان واحد ظلم واحد من ستة آلاف مليون إنسان ظلم هذا يتناقض مع عدل الله إذا عصفور ظلم يتناقض مع عدل الله لأن عدل الله مطلق أما عدل الإنسان نسبي قاضي أصدر ألف حكم خلال ثلاثين سنة فيه خمس أحكام فيها ظلم لضعف المعلومات يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل الأحكام للإنسان نسبية أما الأحكام المتعلقة بذات الله مطلقة فلذلك كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ما معنى بالحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما وأن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق خير مطلق أيها الإخوة الأحباب الشر المطلق لا وجود له في الكون الشر المطلق يتناقض مع وجود الله لا يمكن أن يكون هناك شر مطلق إلا أن الشر نسبي والله سبحانه وتعالى يوظفه للخير المطلق هذه مقدمة الآن لا في حظ تقول الأم مسكينة البنت ما لحظ كلام ما له معنى فلان قنب له النهر وظهر المجن كلام ما له معنى فلان أقبلت عليه الأيام تسره كلام ما له معنى ما هي الأيام ما هو الدهر ما هو الدهر الذي قلب لك ظهر المجن فلان إيده خضرة فلان وين ما تحرك بجوائف هذه كل كلمات لا معنى لها في معنى واحد التيسير والتعسير له قانون القانون الذي ينتظم التيسير والتعسير هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة من هو الذي آمن بالآخرة آمن أنه مخلوق للجنة وبناء على هذا الإيمان اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء يعطي من وقته من ماله من علمه من جاهه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة أمورهم يسر يعني أحيانا بقلي شخص كل الإشارات خضرة وأنا بس أيام كل إشارة حمراء 76 ثانية ثانية كمان حمراء ثالثة حمراء بعدين بنرفز بدءا من الإشارات وانتهاءا بالملمات فسنيسره لليسرة زواجه موفاق زوجه صالح تسره إن نظر إليها تحفظه إن غاب عنها تطيعه إن أمرها وأحيانا تريه النجوم ظهرا بلاء من الله ما ارتحت معيون الزواج تيسير والعمل تيسير والرزق تيسير والصحة تيسير أيام خطأ بسيط بالجسم يقلب حياة الإنسان إلى جحيم إلى جحيم إيام خطأ بتناول دواق له مضعفات خطيرة جدا يا أيها الإخوة إيام إنسان يجري عملية استقصال كلية متوقفة عن العمل ويعيش الإنسان عمر مديد بكلية واحدة طبيب ينزع له الكلية السليمة قال لي أخ قال لي والدي عشر سنوات غسيل كلية لأنه أخطأ الطبيب معه استقصال الكلية السليمة تر Remmer فيه توفيق بالصحة فيه توفيق بالزواج فيه توفيق بالعمل فيه توفيق بالعلاقات العامة فيه توفيق بكسب الرزق فيه توفيق بانفاق المال فيه توفيق بالسفر يعني سافر وضع المحفظة في سيارة مكشوفة القصم الخلف فات لي صلي قال لي شهرين لحتى أخذت وسيقة مغادرة شهرين يعني أمور معقدة جدا أيام الأمور ميسرة مريحة أيام معسرة كلمة صدفة كلمة محظوظ وإيده خضرة هذا كلام فيه شرك فيه تيسير وفيه تعسير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرة وأما من بخي واستغنى وكذب بالحسن آمن بالدنيا وكذب بالآخرة لأنه آمن بالدنيا استغنى عن طاعة الله ولأنه آمن بالدنيا واستغنى عن طاعة الله بنى حياته على الأخذ فلذلك هذا الإنسان أينما تحرك الأمور معسرة ما في سعادة ما في توفيق ما في يسر في عسر وينما تحرك الباب مغلق الجواب مع عدم الموافقة كل ما طرق باب يجده مغلقا يجب أن تنتبه أنا حدثني أخ للإخواننا الكرام وله مكاني يعمل بحرفة راقية يعني بحاسوب صناعي هو خبير كبير فيه فحدثني قال لي إنسان طلب مني إصلاح حاسوب معمن طلبت مبلغ ضمن قناعتي مبلغ مناسب فهو شد عليه وحاسبه وطلب منه يخفض السعر بشكل ملح حتى أضجره قال له أنا ما لي بحاجة إليك أنت بحاجة إليك تحب أن آتي إليك أنا جاهز بهذا الرقم قال له أقسم لي هذا الأخ يعني خلال عشر سنوات أو أكثر الأمر بيحتاج ساعتين ثلاثة والأمر جاهز قال لي أول يوم للمساء مضو ما كشفت الخلال أي ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم سادس يوم أقسم بالله تسعة أيام ما فدل الحل قال إن طلب إجازة لاجع نفسه وين في خطاق قال أنا أتل له أنا ما لي بحاجة إليك أنت بحاجة إلي في تجبه فتاب إلى الله دفع صدقه قال لي عاشر يوم أربع ساعة قضية حليت أيام تعسر الأمور أيام تيسر أيام هذا الموظف بيخطر بباله يطالبك بوسيقة كان ممكن ما يطالبك فيها بتكلفك تبنتي سفر تصديق خارجية وخارجية تاني تلاقي أنت خرجت من جلدك على هذا الطلب الذي لا يطلب دائما بيخطر بباله يطلبه منك وإيام بتحس الموظف رغبان يعونك رغبان يعونك بشكل واضح قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإذا أنت تستحق التكريم يلقي محبتك في قلوب الخلق يعونك وإذا إنسان يستحق التأذيب يلقي البغضة في قلوب الخلق بتفننه بإحراجه بتفننه بإزعاجه بتفننه بتعقيل الأمر عليه التيسير مريح جداً أيها الأخوة والتعسير صعب جداً التيسير مريح وله سمن والتعسير مزعج وله سبب التيسير له سمن والتعسير له سمن أيها الأخوة الأصل في هذا الموضوع هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسن يسره للعسرة هو لماذا كذب بالحسن واستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ من أجل أن يجمع المال الوفير كي يستمتع به في الدنيا قال وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للحذى أيها الإخوة قضية التيسير والتعسير شيء مهم جدا في حياتنا مهم بزواجك مهم بعملك مهم بدراستك أيام أستاذ في جامعة أجنبية من أصل يهودي أحيانا بتفنن بإزعاجك بتفنن بوضع العراقي الأمام شهادة طالب آخر مع أستاذ آخر الأمر ميسر فالتيسير والتعسير موضوع مهم جدا في حياتنا قالوا سمن التعسير له سبب والتيسير له سمن نعم لكن أيها الإخوة الآن في آية والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية كفت قال ومن يتق الله يجعل له مخرجة يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تتق الله ثم لا تجد التيسير والراحة النفسية أن تتق الله ثم لا تجد أن كل من حولك في خدمتك إذا الله يسر الأمور بيخدمك عدواك وإذا الله عسر الأمور يتطاول عليك أقرب الناس إليك يتطاول عليك أقرب الناس إليك فلذلك ومن يتق الله من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من زوجة سيئة تؤذيه من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقه من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال أو مصادرته أو من تجارة خاسرة أو من صفقة خاسرة من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرج من الشرك من يتق الله في صحته يجعل الله له مخرج من المرض آية واسعة جدا ومن يتق الله يجعل له مخرج آية ثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى التيسير والتعسير يريد الله بكم اليسر الله عز وجل قد يسمح لك بعمل نتائج تعسير أمورك أن أنت اخترته قد يسمح لك بعمل أن أنت مخير نتائج هذا العمل تعسير في أمورك لكن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهي آية مهمة جدا أيها الإخوة الكرام الله عز وجل يقول إن مع العسر يسر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما مسرورا فرحا ضاحكا وهو يقول لن يغلب عسر يسره إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر الكلمة إذا تكررت وكانت معرفة لمعنى واحد أما إذا جاءت النكرة الكلمة نكرة وتكررت بمعنى آخر لذلك صار في عنا عسر واحد ويسرين ولن يغلب عسر يسرين لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كتطبيق عملي أنتم أيها المؤمنون يسروا ولا تعسروا بشروا ولا قضى سهلا إذا اغتضى قانون التيسيب والتعسير أصله هذه الآية والحل ومن يتق الله يجعله مخرجا والحمد لله رب العالمين